مرحبا رولا. سيكون التأثير محدود بالنسبة للاجتماع المركزي الأوروبي لأنه لم يشرير السياسة النقدية. سيبقي السياسة عند الأربع بالمية. وهذا هو مصرح في آخر اجتماع. فستكون تأثيره مثلا على اليورو غير محدود. ونشهد التحركات المهولة هذا الأسبوع بالنسبة للمركزي الأوروبي. نادية شاهدنا التحركات التي كانت على البيتكوين. برأيك لأي مدى سوف تكون هذه الارتفاعات بالنسبة لها؟ وفي ظل التوجهات فيما يخص إنشاء هذا الصندوق بالتداول على البيتكوين. ارتفاعات برأيك هي مستدامة؟ نشهد مستويات أخرى في الفترة المقبلة؟ أم هناك سيناريو آخر نتوقع بالنسبة للبيتكوين؟ يعني طالما في هذه التصريحات أو الرومرز التي تجري على الصندوق البيتكوين. فممكن أن نشهد ارتفاعات مجددة طبعا عند مستويات 35 و36. لأن 36 شاهدناها مسبقا في هذه السنتين. فلذلك يمكن أن نشهد ارتفاعات أخرى. ولكن طبعا الفوكس سيكون على التوترات الجيوسياسية وارتفاعات الذهب. نعم وهذا ما كنت أريد أن أسألك على ماذا يجب أن نركز اليوم إلى جانب تأثير استمرار الصراع في المنطقة؟ طبعا يعني شاهدنا الذهب يختارق مستويات 1970 وهو الآن يتداول في هذا الرينج 1970 وال1980. ويقارب مستويات الألفين دولار. وطبعا إذا استبرت أو صار فيه أسكيليشن للتوترات الجيوسياسية ممكن طبعا أن يختارق هذا المستوى. والمستوى المقاومة الذي يليه هو عند الألفين وخمسين في حال استمرت هذه الارتفاعات.